اشتركوا في القناة جفن اللي هي بتأثر على العين إذا ما كانت كمان عم تتعلج لأننا نعرف أنه فيه شحاد وفيه ما بعث يمكن أوقات التهاب معين بس أوقات بتكون مجرد حبة بالجفن بتبين وما منعرف شو سببه المشاكل الجفن هي كتير كبيرة والجفن مثل ما منعرف هو اللي بيغطي العين ثم مجبور جفننا يكون شكله مرتب محله موجود كتير منيح ما فيه التهاب والأناتوم يتبعه كتير مزبوطة لنقدر نحافظ على عيننا هل في شيء يلي فينا نقدر نشوفه بجفن يعمل لي مشكل أهم شيء إذا خلق ولد إذا بنا نبلش من ظهرنا نحنا إذا خلق ولد فيه أولادي بيخلقوا في عندهم هبوط بالجفن إذا هالهبوط بالجفن كان مسكر العين كليا بعد شهرين ثلاثة العين أبدا ما فتحت هالولد بحاجة ليعمل عملية جراحية مستعجلة لنعلي جفن وإلا بيكبر الولد العين يلي هابط فيها الجفن بتصير عين كسلينة ومش ممكن نحسنا حتى لو عملنا عملية اللي قصة مش بس عملية تجميلية 100% من إنه بس عملية تجميلية لكن فينا نخلق عنا مشكل بالجفن نعم ما بدي أحكي الأمراض العاطلة بالجفن يلي بنخلق معه في عنا أولادي بيخلقوا عندهم شرين دم بالجفن عملتلهم ورم كمان بتعمل هبوط بالجفن وفي نسبة كتير كتير قليلة واحد من 30 ألف بيخلقوا بأمراض سرطانية بالجفن اسمه راب دمايو ساركوما هون حكيم الأطفال بيقدر يشوفها ويبعثها للعلاج لكن الجفن مش بس متل ما بدينا نحكي بعد شوان نفوت أكتر بالشحاد والمشاكل في مشاكل فانكشنل يلي كتير بنا نهتم فيها أول ما يكون الولد موجود وعلاجها كتير كتير مهم كمان هبوط الجفن إذا كان موجود على عمر سنة وسنتين كاتيا لأنه الجفن بيكبس على كرنيت العين معقول الولد يصير عنده نوع من انكسار بالرؤية بالإنجليزي منقول له استيجماتيزم وإذا ما بعالج هالاستيجماتيزم بنظارات بالعين الهابط الجفن وتسكيل العين السليمة وراء عمر 8-9 سنين كمان بنرجع لمشاكلة ضعف النظر يلي ما بيتصلح يلي منقول له العين الكسلاني يعني هدها الشغل هلأ إذا عم نحكي على الأطفال يلي بيولدوا مع مشاكل بالجفن عم بيصير بعمر كتير صغير بعمر كتير صغير تحت السنة يعني تحت السنة عشارة حكيم الأطفال وحكيم البنج يسمحوا لنا نقدر نعمل عملية وننيم الولد لأن هالعملية هي عملية تحت بنج عام وعملية دقيقة لأن عم بيشتغل بعضل صغير الولد صغير وعم بيشتغل على بنج عام سو بنا نكون عم ناخد هالريزكس كلهم مع حكيم البنج وحكيم الأطفال قبل ما نفوت الأهل بهيك عمليات وهول موجودين يعني منعمل على هيك عمليات كتير موجودين بالنسبة لأقلنا بالسنة في مشاكل مستعجلة ومشاكل بتنطر لعمر معي أنت يصير الولد قادر يستوعب البنج عام نتين قلنا المشاكل المستعجلة إذا كان الجفن هابط كليا والولد لا بتعليه يتراس ولا بتنزيل راس عم يقدر يفتح عينه كأنه هالولد مسكر تيله عينه أو عنده ميزرقة خلوكية مثل ما كنا نحكي دايما بحلقاتنا القبل إذا فيه ولد عنده ميزرقة خلوكية أو شيء بدنا نعملها قبل عمر 3 شهر إذا الجفن مسكر كليا العملية بدنا تكون عم نعملها تحت عمر 3 شهر وكتير مهم هون بيعرفوا الأهل يلي عندهم ولد هيك متابعة دقيقة كل شهر مع حكيم العيون لا نتأكد ما بيصير عنا مشاكل الجفن بيتعامل معاملة العين ولا معاملة الجلد؟ معاملة العضلات الجفن مؤسس مكسم لعدة أنسجة في عنا الجلد والجلد بيكون طبيعي تحته فيه الدهن تحته فيه العضلة يلي بتعلي الجفن وفيه عضلتين بيعله جفن إجمالاً بيكون الضعف هو بالعصب بس لأن ما فينا نفوت على العصب ونعمل العمليات نمسك هالعضلة العين وشغلة هيني مثل حبلة موجودة منقص شقفة مننا منرخية بتقومها الحبلة بتشده ومنعلي الجفن سوف عمليات بتنعمل منفوت من الجلد منبرها منوصل على العضلة بطريقة معينة ومنعمل هالعمالية لو مش موضوعنا هو بس أنا حكينا عن سرطانات بالجفن كمان علاجها بمبكر؟ كل ما نلقط المشاكل السرطانية اللي هي كتير قليلة ما يعطلوهم من الأهل يلي عم يسمعونا المرض اسمه رابدومايوساركوما إذا بلقطها بالعين وبقدر أعمل تشخيص بالعين وبعمل عملية مستعجلة بخلي الولد ما يمتد هالمرض على جسمه ومنعطيه جيد سورفايفور ريت للولد نعم نحكي عن المشاكل اللي أصغر شوي اللي بتجي مع الوقت مثل الدهن بالعين شو سببه؟ الدهن بالعين إجمالاً يلي بيجي من تحت ومن فوق مع ترهل بالجلد يا بدي يكون بالعائلة عندنا هالشي فبيلقط الشخص بيصير عنده على عمر صغير أو الشخص عنده حساسية بعيونه الحساسية لنا شو بتعمل؟ بتورم العين بتعبى مي سو هالعين عم تعبى مي وعم تخف تعبى وتخف بيقوموا بيضعف الغشاء يلي موجود تحت الدهن بيقوم الدهن بيقرب لقدام أو تالتاً يلي منشوفها كتير كتير عند الأشخاص الكبار فوق الستين أو خمس وستين سو بيصير فيه تراه هول بالجفن بيصير فيه جيوب يلي هو الدهن دافش لقدام وهول لا بيروحوا بقبر ولا بيروحوا بموتوكس هول بدهم عمليات جراحية عند أطباء أخصائيين بهالشغلة وهالدهن متل ما بنعرف ما بنشيل كله يعني بيصير فيه جوار بنتركه بعد عشر سنين راجع بيرجع الحكيم الأخ الصائب يعمل هالعمار وهنا يعني عم نحكي عن أعمار كبيرة نعم نحكي عن الصغار ممكن أنه الجفن الواطي يسبب له مشاكل بالأعمار الكبيرة هالجفن هالقدم ترهل ويعني صار قدام العين كمان بسبب مشاكل أوكي الدهن ما بيسبب مشاكل متل ما قلنا مش تجميلية مشان هيك يعني أكتريت شركات الإنشونس بتغطي هيك ما بيعتبروا عملية تجميلية أول ما نشيل تراهل الجفن الفؤاني عند الأشخاص نحكي لك نوصل هلأ يعني المشاكل اللي كتير مثل الشحاد وهلأ على موسم الربيع بتصور تبلش الحساسيات الحساسيات شغلة كتير موجودة من زمين كنا نقولهم للأهل الرمد ربيعي بيدرو بالعين والجفن هلأ سيزن الألرجي بتظل تروح وتيجي لتغيرات بالطقص للبوليوشن الموجود فيه الولد يجي أو الكبير عينه حمرة أو فيه يجي عيونه ورمينين ومتل ما دايما هوني طبيب العين بيقدر يفرق إذا هيدا التهاب أو بس حساسية ومطمن الأهل وهون كتير يعني إذا طلعنا من الحلقة شغلتين مهمين الحساسية بدنا ما يمسقها وهلأ بنحكي بعد شوية عن الشحاد لكن ورم إذا ما في وجع وما في حبة شوية عم بيكرروا العيون مي تلج ولبخات ما يمسقها على العيون إذا هالشي طول أكتر من 3-4 أيام استشارة طبيب عيوم أخصائي لا يقدر يعرف هالشي ومتل ما قلنا هيدا هلأ موسمه الشيطين اللي كنتي عم تحكي عنه هو الشحاد اللي عنده عدة أسامي كل واحد بمناطقنا بيسميه شكل بيستغرب أوقات الأسامي اللي بيقلوها سو الشحاد شو هو في عنا غدد تفرص حول الشعر يلي موجود بالجفن 15 غدد بالجفن الفؤاني 10 غدد بالجفن التحتيني لسبب أو لآخر وإجمالا يا إشري تجي يا من الشعر يا بيكون عنا إشري يا شي واسخة تجي على هالغدة على الفتحة طبعا سو هي عم تفرز الغدة مسكر الفتحة تفرز جوية حالة تعمل حمار أو التهاب بالجفن مرحط ما يصخني لكن إلا ما يمسق على الحساسية وما يصخني للشحاد أول مرحط ما يصخني بيجمع هالشحاد محل واحد إذا حزنا حلو هالشحاد بفل مثل أكتريت العالم 80% إذا ما مشي الحال وقته مجبورين نعمل عملية جراحية والعملية الجراحية بنعملها بالجفن من جوا بنشيل الشحاد الدهن ونشيل الكيس طبعه وكايلة بنعملها من جوا حتى ما نعمل تقطيب ونعمل تشويه للجفن وهون الأهل بينبسطوا أول نهار بس دائما منقلهم نتبهوا عندنا 15 عجر غذة فوق كلهم معقول يسكروا وعندنا 10 غذة تحت يلي معقول يسكروا بها الحالات منحكي التهاب في أدوية كمانا ممكن أن الجسم بيكون عم بيدافع وودوا أدوية تساعدوا هلا إذا فيه التهاب متل ما قلنا وره من الجفن من كل بدمع المي الصخني بدنا أدوية للتهاب وخلينا نعرف أنه المرض هو من جواة العين الغذة بتجويه عالجفن من جوا سو مش ضروري نحط مرهم بس فينا نحط أطرات انتبايوتكس بالعين يلي بتساعد ما يكتر هالالتهاب الموجود هون هل فيه بريفنشن هل فينا نعمل شي لأبني أنا أو بنتي مايسر أو أنا مايسر عندي شحاد حسب العمر فينا نعمل إشيه بس مش بالضروري نخلص من الشحان إذا بنفحص الولد أو الكبير بنشوف فيه إشرة أو شوية وصخ يلي معلقين على جذور الشعر بنطلب من الأهل حمم وكل يوم كيف نتحمم بنحمم الشجفن كتير كتير منيح بنوع معين من الشامبو يلي ما بيعمل حريق بالعين يلي هني كتار والأهل بيعرفون أكتر مني ومن بعد ما نحمم مضبوط ونحك بنغسل إذا شخص كبير من العمر وخلص من سن النمو تابعه فينا نعطي أنتبيوتكس بالتم ليه ما منعطيها عمر صغير لأن بيأثر على العظم صنوع معي أن الأنتبيوتكس لستة جميع وأوقات ستة شر علاج كتير كتير كبير يلي بيخفف إفرازات يلي بيطلع على الجفن صنوع معي إلا بحالات معينة وفوق 18 سنة يعني هم بيكون صار الشحاد كرونيك نوعا ما كرونيك يعني كاتيا بيجينا مريض عنده واحد في أوقات بتمره يعني مرة بالعمل بيجي تلاتة بيجينا أوقات بيجينا أولاد صغار بيجي برفوتهم على المستشفى عمليات من جعام بعد بننبش لهم عشرة خمسة عشر شحاد منشيلهم ونعرف نحنا أنه الجفن هو محل فيه كتير دم يمكن بعمل شحاد واحد أوقات بيجي المريض مورر معينه زرق كأنه إكل بوكس منشغلي هيني أوقات بقول إن شاء الله عندي مريض عنده ما يزرق ما يكون عنده شحاد لأنه بنعمل عملية الميزرق بنعرف شو نتيجتها شحاد بنعملها ما بيبيض الوجه معقول يروجه في شي كتير مهم إذا عندي التهاب بالجفن أو شحاد لا يمكنني أن نضع عدسة لازقة خصوصا للأشخاص يلي عندهن عوينيات كتير مهم الأنهيدي كتير بين العالم أنه مش مشكل بنحط أنت دواء التهابات ونضع لنس ما فينا أعمل عملية ليزر ما فينا أعمل عملية ميزرق سهل كلهم على ليلة وقت اللي بيكون الشحاد موجود موجود أو ملتهب بلا لأخلص منه هل فيه إشيات تانية بتأثر عجفن فيه أمراض كتير كتير كبيرة فيه أوقات نوع من الحبة منه شحاد يعني منه التهاب ولكنه بيشبه مش التهاب بيبين أصفر من برة مثل حبة كمان إذا طولت تجميليا نعمل عملية صغيرة ومنشيلة وهم مجبورين شق من برة بس جمالا في عندنا أمراض يلي بتصيب الأشخاص فوق الستين سنة بيبلش يطلع لهم الحبوب بالجفن يلي نفحصها منشوف إنه هالحبة منه سليمة وشكلها مش شحاد ونرأت وقته شو مجبور أعمل مجبور فويت المريض أعمله خزعة صغيرة شوف شنوع هالمرض الموجود معه لأن مثل ما بنعرف إذا في له سمح الله أمراض سرطانية بالجفن فينا نعمل عملية وعملية دقيقة ونخلص منه وهالمرض يوقف سوحي الله حد يلي عنده حب يلي عم تطول وصلى أكتر من سنة وعم تكبر وشكلها عم يتغير ما يتركها يقول بسيطة خلينا نتركها هل نوع من البروستجرز بده بنج موضعي ولا بنج عام حسب العمر وحسب الأولاد في أوقات أولاد قوية يعني هلأ كان لنا أحاول ما حدا يمكن من الأولاد حدا كتير قوي يلي عمره يمكن عشر سنين أو تناشر سنين وقدر مستوعب الموضوع مستوعب ويتشوفيه فين نعمله عملية 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 بالعين والعين مفتوحة مضبط وحسب المريض وعندي عالم بالخمسة وعشرين وثلاثين ما بيقبل قولها معامل عملية ولكن صحيا هي بتنعمل وما بيشعر بشي بيشعر بنك زي تقبري متل عم يخدوله دم ما بدي يزعله حكامة لسنين بس أخاف ما واجع لسنين إذا الولد قلبه قوي كتير مهم إذا بيقبل عامل عملية عبنج موضعي بعملها وبيفل فيش مهم هون مش حالت لأن بتضيع كمان عنا نحنا عم نحط مي صخنة بيجيني حدا بيقول لي حميتي أو أمي قالت لي حمي الخاتم وحطوه على العين ما عندي مشكل إذا بتصحق حطوه شاي كله منيح بس أرخص شي لقلنا هو المي الصخني وزي حميت الخاتم كتير يعني متحرق على العين يحرقوا العين منهم بيحطوا توم ما عندي مشكل أهم شي بنا نخلص من هالالتهاب يلي موجود بالعين بس حكينا أنه جفنه بيقشوت بالعين خصوصا عنده ليد فينا نعمل عمليات حكينا على الشحاد حكينا على الحساسية وحكينا على الأمراض الجرثومية هل في شي تاني كمان بيجي بيجفن في عنا أولاد أوقات بيخلقوا الجفن مش مكتمل مقصوم من نص وهول أولاد إذا ما بعملهم عملية جراحية مستعجلة بتنجرح كرنية العين بتقرح بيسر بدي زرع كرنية سوهول أولاد كمان بدون عمليات مستعجلة يلي شوي أدأ ومثل ما برجع بقول حكيم الأطفال وحكيم المنج لازم يكونوا مع تواصل دائم لنقدر نعمل هيك عمليات كثير أشخاص بعمر معين أو حتى بموسم معين بيحسوا بيرمل بالعين شو هو هيدا؟ رمل العين هو أكتر نوع من حساسية يلي متل ما قلنا هلأ موسمة سو بيحسوا بيرمل بيرعيين ومنهم بيصير عندهم حمار بالعين وهون العلاج من كل بد ما يمسعها مش ما يصخني لبخات ما يمسعها إذا ما تحسنها ناخد دمعة إصطناعية ما تحسنها منشوف حكيم العيون وكثير مهم للمشاهدين بليز ما حدا يستعمل قطرة فيها كورتيزون بالعين إذا ما نأخد إذن من حكيم العيون لأن واحد بالمية من هالأشخاص بيكون عندهم مرض فيروس معين اسمه هيربس إذا استعمل قطرة الكورتيزون تندر العين الكورنية ما بتعود صح نوصل لزرع الكورنية السويد تحت العين كمان الجفن أوقات فيها اللي يعني بيتأتى مع الولد بس عمرو 12 سنة أو 16 سنة بعض الشباب بنا نشوف أمه وبقيه جده وسته سويت تحت العين كات ما قالوا خصة إذا حاطت عوينات أم لا لأن العوينات بيركبوا عم بحكيكم الإشياء لأوقات الأهل بيفكروا سوى العوينات بيركبوا على المنخار ما بيجوا على عيون ومخص إذا فات أكسجين أو طلع أكسجين سوى السويد بالعين بيكون جاناتيك فينا أول شخص الموجود للولد إذا عم نحكي عنده بيجمينس ألوان بالجلد كتير كتير أقوى ما يغيره سوى إذا منطلع شوي بعائلته إذا إجوا تكون الإما عم تقول لي ما الولد ما أنت نفس الشكل بس يبتعتبر أنه على العمر العمر هو يليم أسر بيحطوها أنه الحق على العوينات أبدا 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 مألة خصة بالعوينات إذا فيني بعد إحكي شوية عالجفن كمان بيجونا بشوية عمر كبير بالعمر بيجي مريض كبير بالعمر عم بنزل دمع تطلع بجفن تشوفوا جفن طبعه ياباري من لبرة ياباري من لجوة وهول الأشخاص ما فينا نتركون هيك لأن كمان عيونهم بتكر بتكرح الكرنية وبيصير عنا مشكل هول بدهم عمليات مثل ما بقلهم للمرادة الجفن طبعنا مثل اللقشاط يلي منحطوا على عالتيابنا بعد ستين سبعين سنة بيرتخي هاللقشاط شغلتنا هيني منقص شقفة منه منلزقه من جديد وهيك بنعمل بعمليات الجفن في عنا كمان مرادة بيجو بنفحصهم بنشوف مجرى الدمعي اللي جاي بجفن مسكر ومشين هيك أنه حكيم العيون أوكي فحصنا شوي دقيق مثل جوهرجة جسم بنسميه لأن هالإشياء الكتيري مع أنه دقيقة منشوفها بس منمرق عليها كلها لنعرف ليه المريض عنده هالمشكل سو إذا مشكلته عم بيدمع من مجرى الدمع بدي اهتم بمجرى الدمع إذا من القرنية بيهتم بالقرنية إذا من الجفن بدي اهتم بالجفن لعمله عمليات حكينا عن حساسية الحساسيات العادية بالجسم يعني مش بالعين بتأثر على العين وهو نفس الاميونيتي اللي عندنا الشي اللي عم بيأثر على جسمنا بيأثر على عين على عيون مش هناك كتير مرة بتشوفه عندهم ريليشن بين الربو الأزمة حساسية على الأسبرين بمعدتهم أو وجع والرمذ الربيعي بتشوفهم إنه إجمالا بيجوا صوى يعني أنا أعطي قادي ماني حساسية بكرا إذا مريق أحدا بنسأله أكتر نفس الحساسية اللي عم تعملي المشكلة بمعدتي على الأسبرين أو الأدوية الـ Anti-Inflammatory هو ذاته يلي بيعمل لي الربو وهو ذاته يلي عم يعمل لي هالحساسية القوية ورم بالجفن وتعب بالجفن الموجودة بزان أي تغير بالجفن بمأنه اليوم موضوعنا الجفن لازم إنه يشوفه الطبيب لأنه ما بنقدر نحنا نقدر شو معقولة يكون بس أوقات أحد معود إنه في شي حد بيجي وبروح وبيجي وبروح إذا معود مش مشكل بس إذا أول مرة صار وبرم الجفن ومننطر شهر ومننطر شهرين ويلي بينطر شهرين المعالجة صعبة أول ما بدي أجي أعمل العملية منشير الشحاد ومنشير الكيس طبعه وبعد فيه شحاد منكون عملنا المكسيموم سوف فيه إشياء كمان المريض بدي ساعد الطبيب لنقدر نكون عم بيشتغل الصباح دكتور ابراهيم دنيا أسوشيات بروفسور بالـ L.A.U. وطبيب عيون طبعا شكرا لوجودك معنا اليوم معلومة كتير حبا يعطيكم العافية والله أعوى بكم مجاهدين وقفها لأم نرجع مدرح